يقال أنهم شعب أختيار شعبات إنه ما صعب الحك تعرف نقولها صراحة المخزن حب يقضي على الجزائر لأنه مش فيه مصرح له بش تكون دولة قوية دولة اللي عندها تطلع في المستقبل دولة اللي تحب تحافظ على أمنها على استقرارها ولي تحب تدعب دور جهوي دور إقليمي دور دولي يا باشا أنا مش أدرا فهم والله طب وما نقول إيه على حضرتك أو على بلد حضرتك إنها عايزة تقسم المغرب يعني أنا عمري ما شفت المغرب بيتدخل في أي حاجة جزائرية ولا بينسب لنفسه أي حاجة جزائرية ليه يا جماعة تضليل ده ليه حضرتك بتقول كلام مش حقيقي ليه بتحاول توصل للناس كلام مش حقيقي وغير مقبول وغير موجود مين اللي قال كده إمتى شفنا المغرب بيتدخل في حاجة جزائرية إمتى شفنا المغرب بيحاول يقسم الجزائر إمتى شفنا المغرب بياخد تراث جزائري ولا بياخد حاجة جزائرية بيقول عليها بتاعته ازاي نطلع نقول تصريح رسمي رسمي زي ده نقول ان المغرب او المخزن هدفه القضاء على الجزائر او هدفه ازاي جبت الكلام ده منين اما الهم يقولوا ايه يعني اما المغربي يطلع يقول ايه لما هو شايف بلد بيحاول يقسم بلده بيحاول يقسم ارضه يطلع يقول ايه يعني ما بتعليك اللي ممكن يقوله المواطن المغربي لما يشوف اللي بيحصل من الجزائر تجاه المغرب لما انتم بتقولوا كده المغربي يقول ايه فانا مش عارف بصراحة وبالنسبة لي حاجة غريبة جدا انه التصريحات تبقى بالشكل ده وفي فيديو تاني عايز اواريهولكو بالنسبة لي برضو غريب جدا بصوا يا جماعة الكلام والتصريحات عملت ازاي شرهم ايه حضرتك يا فندم وبعدين هو انت فحسسني ليه انه المغرب واقفين طوابير عايزين يدخلوا كلهم الجزائر يعني هنعمل لهم تأشيرة واحنا نتقشر لهم واحنا هم عدو المغرب عدو واي حد يدخل بقبعة مغربية فيه يا جماعة بجد طب يا ريت بجد يا ريت اطلب من اخوات المغرب عشان مش موجود في المغرب دلوقتي فاطلب من اخوات المغرب يوقفوا لي كده بيصوروا لي هل في طبور على الحدود واقف في المغرب عايزين يدخلوا الجزائر ما انا مش شايف حد مغرب عايز يروح الجزائر ايه اللي هنفرض تأشيرات هو انا مش فاهم بجد يا سويسرا انا مش عارف لو يا سويسرا حد يقول هل فيه مسابقات مثلا اللي يفوز بالجائزة العظمى ايه هي الجائزة العظمى اننا نروح الجزائر ولا ايه ما انا مش عارف فعايز افهم اولا التصريحات عكس بعضها شوية يقول لك اخواتنا واشقائنا بس احنا عايزين نقسم ارضهم وشو هيقول لك اعداءنا فانا مش قادر افهم بصراحة يعني انا كواحد عايز يفهم مش عارف افهم مش عارف افهم المنطق بتاع كوكب لالا ايه فكوكب لالا عنده مشكلة كوكب لالا شايف او فاهم انه المغربة بيتصابقوا عشان يدخلوا الجزائر فعايز يعملوا هم تأشيرات فانا عايز اعرف يا جماعة كم واحد عندي عايز يروح الجزائر بس عشان يبقى فاه ما عرفش فاعتقد انه العدد مش هيعدي تلاتة والتلاتة دول ممكن يبقوا متجوزين هناك ده الحل الوحيد انما واحد ماشي عادي كده عايز يروح الجزائر ما اعتقدش ابدا ولا نالله في كوكب لا لا واترك لكم التعليق على هذه التصريحات ولكن بنقول دايما انه الانسان تعرفه منين او تعرف صدقه من كذبه منين انك تشوف هل هو تصريحاته متضربة هل دايما تصريحاته بتتغير من وقت للتاني يعني وقت يقولك انت خوية وقت يقولك انت مش اخوية وقت يقولك انت خوية وقت يقولك انت عدوي وقت يقولك انت خوية بس انا عايز حاجتك يعني انا قلتها قبل كده انه اطلع اقول انا خوك انا حبيبك انت حبيبي انا مش عايز ازعالك بس انا عايز اقول ان القفطان بتاعي وعايز اقول ان الكسكس والاكلات المغربية والطراث المغربي كله بتاعي وعايز اقول ان جزء من ارض المغرب مش بتاعي بقى لا ده بتاع ناس تانية هجيبهم ما قاعدهم فيها اتشايف بس انا اخوك ازاي حضرتك اخويا تتخانق معاه في كورة ما احنا والمغربة والتوانسة ونعمل مشاكل في الكورة ساعة بنا وبعد بس في الكورة برا الكورة لا ما ليش دعوة انا برا الكورة ده اخويا ومشاكل الكورة كمان مش كله بينصق وراها يعني شوية وشوية انا راجل على فكرة كورة ويمتعصب جد واهلاوي متعصب ولكن ما بتخانقش مع المغربة على الكورة بشوف ان الكورة دي طلعت نزلت انا بحبها وبموت عليها واهلاوي بموت على الاهل ولكن طلعت نزلت في الاخر ما بتفرقش بيني وبين اخويا اه انا والزمال كوي بنتعصب على بعض وبنمسك في بعض بالعصبية انما في الاخر اخويا فهي دي الفكرة فاحنا في الكورة ممكن نختلف اقولك اه ده اخويا بس بختلف مع فكورة انما اخويا بس عايز اقسم ارضوك دي مش مقبولة اخويا بس عايز ااخد دبسه واقول ده بتاعي وطراثه واقول ده بتاعي مش مقبولة اخويا بس اقول على كل الاكلات بتاعته انها اصلها جزائري بس هو اخدها مني مش معقول مش ممكن اخويا بس اقول انه سرق جبل في حاجة دي بسرق جبل والله يا جماعة فيه انتو عارفين فيه فيديوهات طلعوا بيقولوا سرقوا جبل المغربة سرقوا جبل ايه سرقوا جبل ازاي باش ده لو مدرعات مش هتشلج يعني ايه سرقوا جبل فهي دي الفكرة انك هنا بتشوف التصريحات المتضربة انه النهاردة انا راجل بقول المغربة اشقائي وبطلع بعدها اقول اصلهم اعدائي اي مغرب يجي يدخل الجزائر نفرد عليه تأشيرة ايه هو حضرتك الكلام ده تقوله لما تلاقي انه مثلا فيه هجرة غير شرعية للمغربة بدخلوا الجزائر ما هو ايه دي الفكرة انه النهاردة لما اقول ايه مصريين مثلا هتفرد عليهم التأشيرة في ايطاليا مثلا مفروض عليهم ولكن هنصعب التأشيرة مثلا يا باشا عشان في مصريين كتير في ايطاليا راحوا هناك وعادين هناك وعاني بقى ايطاليا بقى عايزة ترتاح شوية من المصريين مثلا انما ايه بقى اللي عندك انت في الجزائر او عدد المغربة اللي باسلا بيهاجروا عندك كل سنة من الجزائر من ازف من المغرب للجزائر فحضرتك عايز تفرد عليهم التأشيرة وبتتكلم بالثقة اللي انت بتتكلم فيها دي فمش قادر افهمها بصراحة وفي نفس الوقت يقولك اعداءنا المغزن عدونا ما هو المغزن هو المغرب يعني ما تحاولش بص وده قلته قبل كده زي هنا في مصر انا النهاردة انا اختلف مع حكومتي في حاجة ابقى عندي رأي مخالف في حاجة انما حضرتك هتجي من بره تقول انت حاجة وحكومتك حاجة اقولك لا انا وبلدي واحد انا ودولتي واحد احنا نختلف جوه انا ممكن اطلع اقول انا مش عاجبني كذا انا متدأمين كذا مثلا انما حضرتك هتجي من بره حاجة حاجة اقولك لا انا وبلدي واحد طيبما في حاجة خارجية انا وبلدي واحد في المغريبي كده برده هو بقى يختلف مع حكومته واتفق مع حكومته والمغريبي يبقى عنده اعتراض على حاجة بينهم ومن بعض بشيء حاجاتهم عشان كده انا عمري ما ادخلت في حاجة داخليه في المغرب ولا عمري هيحصل مني ده انما حضرتك تجي من بره تحاول تفرق ما بين المغزن والمغرب او الحكومة والمغرب او الملك والمغرب او الشعب المغربي مفيش حاجة اسمها كده هم واحد وعلى قلب رجل واحد هم دول المجربة فبلاش اللقم والعركات اللي بتعملوها دي في نهاية الفيديو بشكرك شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بزاف عفض الله مصر وعفض الله المغرب وكالعادة لنا الله في كوكب الله انا الاحمر والنجمة الخضراء انا اسد الاطلس انا مالك الصحراء وسيدها انا قلب الاسد هنا اكتشفت اول مجوهرات في التاريخ هنا شيدت اقدم جامعة بالعالم انا مبتع القفطان ومبتكر الزليج انا من كسرت شوكة العثمانيين انا تاريخ كبير انا القوي العتيد انا القريب والبعيد انا الكرم والجود انا الاحمر والنجمة الخضراء انا المغرب انا مغرب انا الاحمر والبعيد انايرهم صحراء اناد مالك